فلسطين العذاب فلسطين التي هي جزء من كيان كل مسلم على وجه البسيطة بكونها جزءا من آية سورة الإسراء فلسطين التي تمثل العمق والتاريخ فلسطين التي لا تشد الرحال إلا إليها اليوم باتت موضوعا ومحورا يسعدنا أن نتطرق إليه في الأدب التركي كيف ينظر الإنسان التركي إلى القدس إلى فلسطين وكيف يعبر الشعر والأديب الذي هو ترجمان المجتمع عن هذه الميول الشعبية والاتجاهات الخاصة بالشعب التركي إلى فلسطين والقدس هل هي ميول مصلحية محضة أم هي ميول دينية ثقافية إنسانية معرفية هذه الزوايا نتوقف عندها أحبان الأكارم مع ضيف كريم يشرفنا بالحضور إلى استوديوهات برنامج الألوان السبعة ليكون طبيبا وإعلاميا ومترجما وشاعرا وأديبا في الآن ذاته اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور أحمد السيد الطبيب الشاعر المترجم كيف أعرفك الحقيقة أهلا بكم شرفتمونا دكتورنا الحبيب إلى استوديوهات برنامج الألوان السبعة وأحبان الأكارم اسمحوا لنا بقراءة مبدئية للأدب التركي وعلاقتي بالقضية الفلسطينية منذ القدم كيف تفاعل الأدباء والشعراء مع القضية الفلسطينية ماذا قالوا عنها وكيف وصفوها وكيف كان لأقوالهم ولشعرهم أثر في تكوين المفاهيم الجمعية للإنسان التركي المعاصر القدس مدينة مهمة في كل الأديان السماوية فتحها المسلمون في عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وأصبحت من أهم المدن بعد مكة والمدينة لقد كان من أسباب اندلاع الحروب الصليبية استرجاع القدس من الصليبيين الذين سيطروا عليها عام 1099 ميلادية حيث كانت بحوزة المسلمين منذ عهد الخليفة عمر رضي الله عنه وعندما استولى الصليبيون على القدس سبب هذا الحادث حزن كبير في العالم الإسلامي وأخيرا خرج صلاح الدين الأيوبي ليغلب الصليبيين في حرب حطه لتعود القدس إلى المسلمين يوم الثاني من تشرين الأول أكتوبر عام 1187 من قبضة الصليبيين ليسلم قلب المسلمين بعد ذلك ظلت القدس تحتفظ بوجودها كمركز مدينة مهمة وبلدة مقدسة في عهد الدولة العثمانية كذلك ولا سيما للسلاطين العثمانيين وزوجاتهم كالسلطان سليمان القانوني الذي اهتم بالقدس بشكل كبير وفي الحرب العالمية الأولى دافع الجنود العثمانيون في حروب غزة عن غزة بشجاعة وتضحيات كبيرة وفي الأدب التركي تحظى القدس وفلسطين بأهمية كبيرة إذ يروي فالح رفق أطاي في كتابه المسمى بجبل الزيتون الحروب التي خاضها الجنود العثمانيون دفاعا عن غزة ولقد أولى الشعراء الأتراك في أبياتهم أهمية خاصة لموضوع فلسطين وتم نشر مختارات الأشعار عن فلسطين في هذا المجال ففي أشعار جهاد دريفوغلو الذي يعتبر من أهم الأساتذة في الشعر التركي وصف قضية فلسطين كورقة امتحان للمسلمين حين قال فلسطين ورقة امتحان أمام كل عبد مؤمن قل واكتب الحقيقة فالحقيقة هي الجري للشهادة قل ونادي للتمرد لتفتح طريقك نحو زوايا الجنة نجدد وترحب بضيفنا الكريمة دكتور أحمد السيد أهلا وسهلا بك نبدأ معك كإعلامي دكتور أحمد وكإنسان تعيش في تركيا تتعرف إلى المجتمع التركي من أكثر من زاوية هل فعلا المجتمع التركي كمجتمع بعيدا عن الأدب يتفاعل مع القضية الفلسطينية بعاطفته الإنسانية يتفاعل معها سياسيا يتفاعل معها اجتماعيا أم أنها زاوية مصلحية للدعاية والإعلان فقط حياكم الله بداية أشهركم على هذا اللقاء الطيب وأشكر العاملين في هذه القناة تلعب دور مهم في موضوع هذا التواصل بين العرب والأتراك وكسر حاجز اللغة القائمة بينهما حقيقة أنا في تركيا وخاصة إذا أخذنا الحرب الأخيرة على قطاع غزة بالعكس أذهلني هذا الكم الكبير من تفاعل الشارع التركي مع القضية الفلسطينية يعني كانت المظاهرات ما أن تنتهي في ميدان حتى تبدأ في ميدان آخر من منطقة التقسيم وشارع الاستقلال إلى السلطان أيوب إلى الفاتح إلى السلطان أحمل يعني أنا كفلسطيني مهتم بالقضية الفلسطينية كنت لا أستطيع أن أتابع كل هذه الأنشطة تارة اعتصامات أمام القنصلية تارة مثلا تجد أحياء في قيام الليل أثناء رمضان أحيانا فطورات جماعية أينما تسير تجد عبارات غزة اتشين من أجل غزة من أجل فلسطين يعني هذا التفاعل ربما لا أكون مبالغ إن قلت أنه كان الشارع التركي في الحرب الأخيرة بشكل خاص يعني لم يكن أنشط الشوارع الإسلامية في تفاعل ما قد يتغذة يشار إلى ذلك أنه يكفي التدليل بمشهد إهراق الكوكاكولا والبيبسي وغيرها عندما قالوا حملة مقاطعة ظنوا أن هذا الأمر كالخمر فبدأوا بإهراقها جميعاً عالية في الشوارع حقيقة كان مشهد مرعب في كل الأزقة والشوارع تم إهراق كل المؤسسات إما التي تدعم أو التي تنتمي مباشرة إلى هذا صحيح موضوع حتى المقاطعة كما تفضلت يعني كان في الجانب الشعبي هناك إقبال كثير على المقاطعة أكثر مما توقعنا إلى جانب أنه حتى بعض البلديات بشكل رسمي قامت بمنع بيع الكولة في بعض المحلات التجارية موضوع ربما أيضاً شاهدنا بعض اللوحات المبدعة التي كان يقوم بها الشعب التركي في ساحة مسجد السلطان أيوب قاموا بلوحة مبدعة حول كيفية الحرب أصوات القصف تمثيل مباشر لما يحدث في غزة هل انعكس ذلك على الواقع الأدبي؟ حقيقة أود أن أسترسل هنا لنعطي المشاهد الكريم صور إبداعية في هذا المجال الشارع التركي ومؤسسات التركية والأوقاف والجمعيات الخيرية والأهلية تفاعلت بشكل منقطع النظير وهذا يوجه الأنظار ليس إلى غزة وإنما إلى القدس بالدرجة الأولى على ميولهم الذاتية وعلى توجهاتهم هل انعكس هذا الميلي الشعبي على الأدب التركي دكتور أحمد؟ بالتأكيد انعكس على الأدب الأدب هو مرآة المجتمع فبالتالي هو ينضح به المجتمع هذا شاهدنا أحيانا بيكون انعكاس الأوضح مثلا يتعلق بالأدب جانب النشيد كان هناك بعض المنشدين الذين مباشرة قاموا بالإنشاد لفلسطين قاموا بالمشاركة حتى بعض الفعاليات التي قامت بها الجالية الفلسطينية كانت تقوم بها تظن انها ستكون مغلقة على الجالية الفلسطينية تجد الأتراك في أول الصفوف وبعض الفرق المنشدين الأتراك مثل عمار أغلو أجار أغلو وفرقة يوريش تشارك في أنشيد عن فلسطين تارة بالتركية وتارة حتى أنشيد العربية التي نحفظها الانتفاضة مستمرة كانت مشهورة جدا حقيقة لفلسطين في هذا الاتجاه على مستوى الأدبي دكتور أحمد الشعراء الكتابات هل تفاعلوا بشكل جيد في هذا الاتجاه أكيد أكيد يعني الشعر الأدباء الأتراك أولا طبعا معروفين لهم باع طويل في موضوع الشعر وفلسطين تحت المكان بارس جدا في موضوع الأدب والشعر التركي بلا شك هناك ضعف في موضوع الترجمة بشكل خاص لعدة عوائق أهم أنه موضوع الشعر بالذات الناس تحجم عن ترجمته طبعا هنا لابد من الإشارة أحبان الأكارم إلى أن الدكتور أحمد إضافة إلى تخصصي الطبي إضافة إلى كونه إعلاميا أيضا في موقع دوروهبر وغيرها من المواقع نحن نتحدث أيضا عن كونه أديبا وشاعرا ومترجما فهو يتقن التركية ويتقن العربية وله جهود حقيقية في مجال الترجمة من التركية إلى العربية تحمد له ويشكر عليها حقيقة لا نعرف عن هذه الأشعار شيئا حقيقة نقص كبير في موضوع حركة الترجمة من الأشعار التركية أنا قمت بجمع بعض الأشعار مقتطفات هي المشكلة كما ذكرت موضوع ترجمة الشعر أنه الشعر بلا شك يعني كما حتى هناك مثل تركي يقول أن الموسيقى والرسم في فنون عالمية أما الشعر لا يكون عالمي بهذا القدر لأنه يفقد كثيرا من جماله عندما يترجم لكن هذا لا يعني أن لا نترجم على الأقل أنت تريد أن تنقل الفكرة حتى لو نقص هذا الجانب الجمالي لكن الفكرة يجب أن تنقل قمت بانتقاء بعض الأشعار التركية يريد تسمعنا بعضا منها لبعض الشعراء زاوية أدبية الآن نخصصها لفلسطين في الأدب التركي مثلا هناك قصيدة للشاعر صادق قينق يتكلم عن الأرض الفلسطينية حتى يضمن قصيدة بعض الجوانب السياسية في الاعتراض على هذا الصمت الدولي يقول أما نحن فنرسل مليارات الاحتجاجات نطلب من الولايات المتحدة الأمريكية المساعدات والإعانات لقد غلت الآياد وانهمرت الرصاصات فوق الرؤوس العالم والعالم كله ينظر إلى ذلك الظلم وكأنه يشاهد أحد الأفلام ينتقد أيضا خذلان العرب والمسلمين لأطفال فلسطين يقول إن رأسي تدور وأمعائي تغلي وتفور وروحي تئن وتثور وأنا أسمع فتاة من فلسطين تصرخ وتنادي عار عليكم عار عليكم لتخجلوا لتقولوها إلى كل صفيق في هذا العالم هناك أيضا شاعر فروح باجانلي في قصيدته يقول بعنوان فليسقط ذلك النظام يتحدث عن قضية فلسطين أيضا يقول تحت وطأة الرصاص والإهانات والدسائس التي تحاك من خلف الأبواب المغلقة ألم نشاهد هذا الفيلم من قبل بالأمس في أفغانستان ومن قبل في أفريقيا وفي البوسنة وقبل ذلك في الصين وفي روسيا وفي كل مكان تشمله الجغرافيا ألسنا نشاهد هذا الفيلم الذي يعرض منذ سنوات طوال نلاحظ دائما عند الشاعر التركي موضوع البعد الإنساني والرب بين قضايا جغرافية متعددة وقضايا تاريخية هذه مشهورة عندهم بشكل كبير جدا بشكل كبير أساسا هو التفاعل مع القضية الفلسطينية ربما ينبع أولا من بعده الإنساني شاهدنا مؤخرا تركيا تحت المركز الثاني بين دول العالم في مساعدات الإنسانية لأصحاب الكوارث وهذا أمر يشعر بالفخر فهو ينطلق من بعد الإنساني ثم بعد ذلك يقويها البعد الإسلامي ربما إن كانوا مفخرة للأتراك ولا سيم الإسلاميين فهم يفتخيرون بالموقف العثماني الذي أكد على إسلامية فلسطين والذي دفع السلطان عبد الحميد الثاني ثمنا باهظا له عندما رفض بيع أي شبر من أراضي فلسطين لليهود فإذن البعد الديني واضح جدا في ذلك الأمر وهو انتماء ليس مصلحي أكيد ليس مصلحي ما ذكرته من بعض الأشعار المترجمة دكتور أحمد يعبر عن ميول حقيقية يعني عارم عليكم هذه صرخة شاعر واضحة فيها العاطفة يعبر عن شاعر طبعا الموضوع العاطفة في قصيدة طلعت عليها أيضا مؤخرا لم أترجمها كتابة لكنها مؤثرة يقول الشاعر محمد عاكف يقول رأيت المسجد الأقصى في أحلامي وخيالي كان كطفل صغير يبكي يصي إلى سريره ويضع جبينه على الوسادة ثم تجري الأنهار من تحتها بقيت أنتظر إخواني وأقول أين هم إخواني أنا قبلتكم الأولى أنسي كل شخص هذه الحقيقة يتكلم بلسان المسجد الأقصى شاعر آخر الشاعر بلال جان يقول في قصيدته سأبدأ اليوم سأعلن اليوم حربا جديدة على العشق من سيسمع صرخاتي الصامتة من سيوقف الدماء التي تسيل ويشاهدها العالم بأسره من سينظم الأشعار لأجلي ويكتب الكتابات لأجلي صرخاتي التي لا تنتهي وآهاتي التي لا تنتهي إن أيامي لم تعد تبدأ بمرحبة إن البحر لم يعد كما كان سابقا أصبح الظلام يلفه يعني تجد كما تفضلت جانب العاطف الإنسانية واضح جدا لا يمكن أن يكون كما ذكرت جانب مصلحي واضح الجانب البعد الإنساني العاطفي والبعد الذيني والترابط أي تركي دكتور أحمد ربما شعرت ذلك في هذا الاتجاه يعني عندما تصعد مع حافلة تصعد مع مثلا سائق تكسي أو غيرها من وسائل المواصلات قل له أنت فلسطيني والله كنت أسبقك بذلك فأنا عندما يسألني الآن ما شاء الله العرب أصبحوا كثيرون في تركيا لكن ما زال عندما تقول أنا فلسطيني يعني يقول لك ما شاء الله يعني هذه أول ردة فعل يتهل الوجه ثم إذا ذكرت مثلا أنك من غزة بسبب ارتباطها بالمقاوم ارتباطها بالجهاد يعني يتهل الوجه بشكل أكثر لأن هذا أيضا أمر ملاحظ بشكل أنه البعد يتجاوز حتى البعد الإنساني مثلا في العبارات التي كانت تخرج المظاهرات لم تكن تكتفي بعد الإنساني أنه أوقفوا الحرب كفا قتل الفلسطينيين كانت تنتقل إلى بعد غزة ستنتصر إلى بعد سلام لحماس ودوام للمقاومة يعني بعد هذا الدعم المقاومة هذا لا يمكن أن ينبع من جانب إنساني فقط هناك جانب ديني وجانب يعني انتماء حقيقي انتماء الآن يعني الأتراك تشعر حقيقة أن هناك جزء من هذه الأمة والمحبة للقدس محبة لمكة بالضبط يشعرون أنها جزء لا يتجزأ هي فعلا قبل المسلمين الأولى لا يمكن أن يتجزأ من عقيدتهم طبعا سؤال على الهامس دكتور أحمد في هذا الاتجاه وفي نفس الزاوية التي تفضل بذكرها قديما كانت لدى الأتراك معلومات مغلوطة عن القضية الفلسطينية عن قدس عن فلسطين عن مناطق الثمانية وأربعين لا يستطيع أحدهم أن يفرق بين غزة والضفة والثمانية وأربعين وما إلى ذلك اليوم اختلفت الصورة اليوم باتوا يتعرفون اليوم الكتاب الأتراكي يكتبون عن فلسطين يعرفون بالحقائق المغلوطة التي كانت لدى المجتمع التركي حول فلسطين باتت هناك قراءات أدبية فكرية معرفية كتب تترجم من العربية إلى التركية أيضا عن قضية فلسطينية هذا سيعزز من محبة الأتراك لفلسطين صورة كبيرة فلسطين كغزة فلسطين كقدس وإنما فلسطين ككل فلسطين ككل صحيح كان هناك الآن كثير من النخب السياسية تتكلم وعن فلسطين لم يعد الأمر والشارع كله أصبح يسمع عن هذا الأمر الحقائق لم تعد كما كانت أمس محاولات مثلا ربما التي مرت على الشعب التركي في فترات قديمة وحاولت إبعاده عن قلب الأمة عن همومة لم تعد موجودة هذه المشاعر التي تفجرت من جديد جميل أنت شاعر عذرني جدا لذلك ولكن أود أن أسمع منك قصيدة لفلسطين حياكم الله ماذا قلت في أحداث غزة مثلا ماذا قلت لشوقك لفلسطين معي دقيقتين دقيقتين هما لك فاختر وانتقي ما شئت إياكم الله في قصيدة قصيرة تناسب الوقت ربما صوت أقض مضاجعي أبكاني فتقرحت من أدمع أجفاني عافت عيون النوم بعد سماعه فحييت في أرق يهز كياني صوت يناديني ويطلب نجدتي ما حيلتي والقيد في الأركاني ما حيلتي وأنا أموت بغربتي ألما وأجرع علقم الحرماني صوت يناديني ألست بمسلم أن تعيش بفرحة وأماني هم يحسبون بأن عيشيها هنا عيش وأن سعادتي تغشاني أحيى تحاصرني الهموم فلا أرى حولي سوى الآلام والأحزاني أجد الطعام إذا ذكرت أحبتي سما يمزق بالأسى شرياني والزهر إن أبصرت دمع أحبتي يغدو كئيبا فاقد الألواني حتى النسيم إذا سمعت بكاءهم ريح تزلزل خافقي وجناني قل للأحبتي إن ظننتم أنني أنسى بلادي بعض طول زماني لا والذي فطر السماوات العلا جسدي هنا والروح في الأوطان الله الله هذه من مشاعر الغربة الحقيقية هل ترى مثل هذه المشاعر الآن تحرك الإنسان التركي أكثر من الواقع السياسي هل يمكن للأدب والشعر التركي أن يحرك الإنسان أكثر من الخطابات السياسية والمواقف الرسمية التي تلعباته؟ أظن بلا شك أنا ربما كأديب وأكتب طبعا ما يحركني يحركني الجانب الإنساني دائما يحرك أكثر لأن الجانب السياسي لا يخلو من تعقيدات ولا يخلو من الكذب والتلاعبات تحت الطاولة كما يقول أما هنا الجانب الإنساني هو جانب صادق يعني يدخل إلى القلب مباشرة فهذا الأمر بالفعل هذه الصور الأدبية الفنية التي تجدها في مسلسل في فيلم في أغنية في نشيط في شعر هو الوتر الذي يجب أن نلعب عليه لنحرك ويكفي التدليل على ذلك الكتاب الذي صدر أخيرا عن الأستاذ أحمد فارول وهو كاتب تركي وإعلامي تركي كبير حول مغالطات حول قضية الفلسطينية نفذت الطبع كاملة في يومين بمعنى هناك إقبال منقطع النظير على فهم فلسطيني حقيقة وفهم تاريخها وما الذي جرى وما الذي لم يجري يعني أنا بودي أيضا أن يتسع بين المقام حقيقة دكتور أحمد لنتجاذب وإياك أطراف الحديث حول هذه القضايا المعرفية والأدبية والفنية في الأدب التركي وإنعكاسها على ذلك رسالة أخيرة ماذا تقول لمن يتقن اللغة التركية والعربية أن يترجم برغم المحاذير الموجودة أم لا طبعا أنا أقول يجب أن تفعيل حركة الترجمة من وإلى اللغة التركية يعني بين اللغة التركية والعربية رغم صعوبات الترجمة كما أقول لوضوع الشعر من أصعب ما يمكن أن يترجم هذا لا يعفينا من مسؤولية الترجمة تنقل هذا التراث بد جسور التواصل وهناك رسالة أخرى أقولها أيضا أغتنم هذا الأمر أن هذا الحراك المبارك التركي على مستوى الشعبي على مستوى النخب السياسي والأدبية وعلى مستوى أيضا السياسي والحكومة هذا الحراك الرائع يجب أن نراه في كل الشوارع الإسلامية في كل الشوارع والعربية بشكل خاص وهو لا يمكن أن يؤتي ثماره إن لم يسانده حراك عربي إسلامي مقابل وهذا ما نتمنى الدكتور رحمة السيد الإعلامي والأديب والطبيب الفلسطيني إن شاء رفتنا بحبورك هنا لسيطرة برنامج الألوان السبعة وأنت مدعو مع مشاهدنا الأكارم إلى قراءة كاريكاتورية وديميران كاديوغلو يزاوج ما بين الأدب التركي وحب فلسطين